أهلا بكم شاهدين إلى معرض الصحافة الوطنية والمحلية ونستهله بعنوين جريدة النهار بودفليقة يعطي الأمريكان درسا في الدبلوماسية وسيعدل الدستور عبر استفتاء شعبي شهر سبتمبر القادم في حالة فوزه علي بن فليس يصرح أنا مسؤول عن التخريب والدماء التي سالت سنة 2001 في مظاهرات العاصمة ووثيقة واحدة فقط للحصول على قروض عنساج رد الرئيس عبد العزيز بودفليقة على كاتب الدولة للخارجية الأمريكية جون كيري بلغتي الدبلوماسية المحنك وذلك لما قال له هذا الأخير أنه يريد أن يقيم في الجزائر أكثر من يومين وإذا كان له الوقت سيعود لقضاء أسبوعين في التاصلي حيث أجابه بودفليقة بنفس اللغة التي خطبه بها قائلا عندما تحصل على جائزة نوبل للسلام سنعطيك أسبوعا في التاصلي سيقوم المترشح الحر عبد العزيز بودفليقة بأحداث تعديل دستوري شهر سبتمبر 2014 وذلك في حال فوزه بالرئاسيات القادمة أين سيعرضه على استفتاء شعبي لألبث في مجموعة من التغييرات التي وصفت بالهم وصل المترشح الحر لاستحقاقة الرئاسية المقبلة علي بنفليس تصريحاته المثيرة تجاه وسائل الإعلام العمومية حيث وصف في تجمع له بولاية سعيدة وكالة الأنباء الجزائرية بمديرية الحملة الانتخابية معلنا عن مسؤوليته الكاملة تجاه أحداث التخريب التي عاشتها العاصمة سنة 2001 وواحد أنا من أعطى تسريحا بالتظاهر قال بنفليس في العاصمة وأنا مسؤول عن الأحداث المأساوية التي عاشتها العاصمة والتخريب الذي حصل بها سيتم الإعلان قريبا عن إجراء لتخفيف ثقة الملف وكالة الدعم وتشغيل الشباب عنساج وذلك باختصاره في استمارة واحدة تجمع كل المعلومات الخاصة بالمشروع وصاحبه جريدة وقت الجزائر عنوانة رسائل بوتفليقة للداخل والخارج وكتبت بدد الظهور الجديد للرئيس المنتهي ولاية عبد العزيز بوتفليقة كل الشكوك التي حامت حول قدرته على تحمل أعباء عهدة رئاسية جديدة نظرا لتخلفه عن حضور أهم المناسبات الوطنية والإشراف على الموعد السياسية الهمة طيلة بوتفليقة لكيري قال لديكم التكنولوجيا والاستخبارات القوية نريد منكم معلومات في حينها جريدة الشعب العمامرة مستعدون لتوسيع علاقتنا إلى مجالات جديدة وكتبت أكد وزير الشؤون الخارجي عمطال العمامرة استعداد الجزائر لتوسيع علاقتها الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات تتعدى الأمن والمبادلات التجارية وأبدى كاتب الأمريكي جون كيري عزم بلاده تطوير التعاون بين الدولتين وبذل ما يلزم لذلك من جهود الجزائر نيوز قالت حملة انتخابية على وقع حرب الشاشات وكتبت شكلة الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014 بالجزائر تمرين ميدانيا للقنوات التلفزيونية الخاصة التي حاولت تقديم مادتها الإعلامية وفق قناعاتها السياسية حمى السباق إلى قصر المرادية قالت الجزائر نيوز رفقته حمى الظفر بأكبر نسبة مشاهدة لا نعرف حقيقتها فعليا في غياب معطيات إحصائية في الصحف النتقة بالفرنسية الإكسبريسيون قالت ثلاث خوزيام سالف دولاين بي وكتبت حث نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح أفراد الجيش الوطني الشعبي على توفير الأجواء المثالية لإجراء الاستحقاقات الرئاسية المقبلة لسوار دولجيري قالت سلال أنيول سوميتينغ باتنا وكتبت أسقط عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوثلقة التجمع الذي كان من المقرر أن ينشطه بولاية باتنا ضمن قائمة الولاية الثلاثة وعشرون التي حملها برنامج الحملة الانتخابية وذلك بناء على تقارير أكدت بأن نفوس البعض بهذه الولاية لا زالت لم تهدأ رغم اعتذار سلال سكان المنطقة عن مصحته مع صديقه وسينوب سلال في تمشيط التجمع أيمين العام للأفلان عمار سعداني إلى الصحف المحلية آخر ساعة قالت يتم استغلالها من طرف أصحاب الملاهي وبعض رجال الأعمال بعنابة شبكات تتجر بفتيات سوريات بأسعار خيالية كشفت مصادر مطلع عن وجود شبكات للمتاجرة بالفتيات السوريات عن طريق بيعهم بمبالغ باهظة لأصحاب الملاهي وكذا بيوت الدعار مستغلين بذلك الظروف الصعبة التي تعيشها عائلتها بعد لجوءهم إلى الجزائر صوت الغرب قالت دمار بشوارع وهران وكتبت تعرف عدة شوارع كبرى وطرق رئيسية مدينة وهران منذ أيام أشغال حفر متواصلة والتي تشرف عليها العديد من المؤسسات والمقاولات للصيانة وربط مختلف الشبكات في وقت تم فيه أشغال الحفر بشوارع وطرقات تم تسفيتها وتهيئتها منذ أشهر فقط نختم بتصريح وزير الخارجي المطلع عمامرة الذي قال نحن بكامل الاستعداد لتوسيع مجالات التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى ميدين أخرى لم يشملها سابقا مع تعزيز القائم منها في نفس الوقت وذلك من أولويات الحوار الاستراتيجي بين البلدين عمامرة قال إن بلدي متمحور حول السلم ومصدر للاستقرار وكأكبر بلد في إفريقيا وأحد أهم أقطابها الاقتصادية نعتقد أنه لا ينبغي أنه ركز فقط على مبادلة السلع أو الأموال بل يجب أن يشمل التعاون الاستقرار والأمن والتنمية إلى هنا نصل إلى نهاية معرض الصحافة النهار اليوم نشكركم على الإصغاء والمتابعة